السلام عليكم يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض زي ما شايفين كده هنعمل مع بعض بورجر مش هنستخدم فيه ولا لحمة ولا فراخ وهيطلع معاك وتحفة جدا والوصفة دي تنفع كده فطار وتنفع كمان غدا وتنفع عشا وتنفع كمان لساندوتشات المدرسة تشيل منها في الفريزر وتطلع منها كده الصبح على التحمير على طول هتطلع معاك احلى ساندوتشات اقتصادية جدا بمكون موجود عندنا في كل بيت وكل الاطفال بتحبوا والكبار كمان تبعي بقى معايا الفيديو للاخر ما تنسيش كمان لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد وفي البداية كده هنحضر معانا المكون اللي هنعمل بيه البورجر النهاردة وهي البطاطس واستخدمت كيلو من البطاطس البطاطس دي انا هسلقها الاول طبعا غسلتها كويس جدا عشان انا هسلقها بشراها لحد ما بقت الميا معانا نظيفة زي ما شفنا كده ونقلتها كده في حلة وزودت عليها كمان ميا الميا كده بتغطيها وبنرفعها على النار بتغلي كده كم غلوة بندخل فيها الشوكة لو لقناها كده دخلت بسهولة بتبقى كده معانا البطاطس استوت مش بتاخد وقت وعلى طول كده لما بتستوي معانا بنتخلص بقى من الميا اللي هي اتغلت فيها وعلى طول بقى بنقشرها وهي لسه سخنة كده وبنهرسها كده بالشوكة وهي لسه سخنة بتتهرس معاكي بسهولة اكتر لكن لو سبتيها تبرد مش بتتهرس بسهولة انا هرستها كمان كده بالشوكة واتهرست معانا بسهولة جدا ممكن كمان تستخدمي بقى هرست البطاطس بس هي محتاجتش كده وبالشوكة اتهرست معانا وبقت مظبوطة قوي لازم نتأكد كده ان البطاطس تكون نعمة زي ما شايفين كده وبعدين هضيف عليها كيس من خلطة البورجر هضيف كده الكيس كله انا استخدمت البطاطس كيلو من البطاطس وهحط كده شوية من البابريكا شوية من الفلفل الاسود وهضيف كمان بيضة دفت كمان معلقتين كبار من البقصمات ودفت كمان معلقتين كبار من النشا وهقلب بقى المكونات دي كده كلها مع بعض طبعا خلطة البورجر اللي احنا ضفناها دي هي بقى اللي هتخلي طعم البطاطس بطعم اللحمة او الفراخ هتديها كده طعم البورجر بالزبط كأنك ضيفة لحمة او فراخ وبجد هيخلي طعمها حلوة قوي لو بقى مش حابة تضيفي الكيس البهارات ده ودفي بقى البهارات اللي بتحبيها والموجودة عندك زي ما تحبي بس طبعا افضل نتيجة بقى بتكون بخلطة البورجر اللي احنا ضفناها وبنخلط بقى البطاطس مع البهارات اللي احنا ضفناها كويس جدا كأننا كده بنعمل عجينة وبعدين بجيب طبق الطبق ده ضفت فيه معلقتين كبار من الدقيق ومعلقتين كبار من النشا ضفت عليهم كباية من الميا وده كده هيبقى بديل البيد يعني النهاردة الوصفة هتكون معانا اقتصادية فهنستخدم كده الخلطة دي كأنها كده البيد او البديل بتاع البيد والكفر بقى اللي هنغطي بيه البورجر جبت كده الكريسبي ضفت كده الكريسبي على البقسمات يعني ضفت كده كباية من البقسمات عليها كبايتين من الكريسبي ده كده هيديله طعم حلو كمان كده زي البورجر بالزبط واخدت بقى كده البطاطس وحطتها كده في غطى برطمان اسهل طريقة كده انك تشكلي بيها البورجر وكمان كله هيبقى بمقاس واحد وبحط كده كيسها زي ما شايفين على الغطى وبحط بقى كده قطعة من البطاطس او بورجر البطاطس اللي احنا عملناه وبحطها كده في الخلطة اللي احنا عملناها بالدقيق والنشا وبعدين بنتلعها بقى على طول كده في البقسمات او خلطة الكريسبي اللي احنا عاملينها ولو كده الخلطة او البطاطس كده بتلزق معاك شوية بتحط ايدك كده في الخلطة اللي احنا عملينها بالدقيق والمية هتسهل بقى معاك كتير وهي كده بجد سهلة جدا مش هتاخد معاك وقت في تحضرها والكمية بجد هتطلع معاك ما شاء الله حلوة جدا من كيلو بس من البطاطس عملت معاك كمية حلوة جدا من البورجر وكمان حجمه ما شاء الله كبير هخلص بقى كده كل الكمية بنفس الطريقة وطبعا بقى في الوقت ده ممكن تشيلي كده منها في اطباق في الفريزر بتطلعيها بقى كده على التحمير ودي كده الكمية اللي طلعت معانا هنبدأ بقى كده نجهزها او نحمر كده شوية منها وجبت بقى زيت سخن على النار الخطوة بقى المهمة جدا في خطوة السوى ان احنا لازم يكون الزيت سخن جدا لكن لو الزيت برد معاك البطاطس ممكن تفك منك لان طبعا زي ما عارفين ان البطاطس بتحب الزيت يكون سخن قوي وبالزيت كده البطاطس لما بتكون مهروسة او دخلة كده في وصفات بتكون مهروسة انا كمان كنت بضيف كده اول واحدة وبعدين بستنى لما الزيت يبدأ يسخن تاني وبضيف بقى بقى الكمية ومش بنكتر كده عشان طبعا الزيت ما يبردش معانا وبعدين لما نخلص كده من الكمية الاولانية بنحط غيرها وطبعا مش بنقلبها على الوش التاني الا برضو لما نتأكد انها اخدت كده لون من تحت لازم نمشي كده على الخطوات عشان تطلع معاكي مظبوطة جدا زي ما شايفين كده بجد البورجر خلصت خلاص كل الكمية وهنا بقى كنت سايبة الصوت عشان تسمعه قد ايه هو كمان مقرمش وكريسبي بتحفى بجد ما شاء الله كمان طعمه حلو قوي طبعا البطاطس كلنا بنحبها كمان باضافات البهارات اللي ضفناها عطيتها طعم حلو قوي كأنك برضو بتاكل برجر بالزبط وعشان تكمل بقى لازم كده نجيب العيش الكايزر وهنحط فيه خص وهنحط كاتشاب ومايونيز وهنعمله كده كأننا بناكله بالزبط برجر ممكن كمان تديفي بقى شرايح من الطماطم والبصل والفلفل زي ما تحبوا تقدموه تحفى جدا تعمليه بقى مع مكارونا او مع رز او في الصندوتشات كده كل الحالات جميل جدا وكمان اقتصادي ما كلفناش اي حاجة يعني غير تكلفة البرجر اللي باللحمة او الفراخ وكمان الاكلة سريعة وتنفع كده الاكلات الصيف السهلة السريعة اللي مش هتوقفك كتير في المطبخ اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتجربوا الطريقة ان شاء الله ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بأي فيديو جديد واستنوني في فيديوهات جديدة ان شاء الله وصفات جديدة سهلة وسريعة واسبكم فرعية الله سلام عليكم شكرا